وصلت عائلة هندية كانوا قاعد يتمشون في كويت سيتي لجريب الشيوخ هم وعيالهم وعمال بنغالية وعمال مصريين وكويتين فمعظم الجناسي يعني عادي أنا ما أخذ الأمور بالابتسامة وباللطف اللي يقول قصة حياته واللي يسولف عن مواضيع اجتماعية واللي يعني كل واحد جو الخاص والله يعني كان جوهم حلو جدا ومتقبلين هالشغلة هذا ومو شايفين ان يبيشجعون ومتفائلين وشي طيب يعني جميل جدا أكثر شيء أربعين دينار فكان يوم حلو يعني بس انشغلت يعني صراحة الأفرج يعني بين سبعة عاش إلى اثنين وعشرين شذية طقه هذا في أيام أقل طبعا بس الحمد لله يعني ربك يبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر